السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكانت منا تكونوا بأحسن الأحوال وانتم ما كاتشاهدوا الفيديو مرحبا بكم على قناة أم زيناء شكرا للناس اللي دائما كيشجعوني ومرحبا بالناس الجداد وإلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ديالي فما تنسوش تديروا اشتراك وفعلوا الجرس باش هكا كيوصلكم كل جديد اليوم إن شاء الله جيتكم بجوج ديال الاقتراحات للدخول المدرسي اقتصاديين ساهلين غادي نكونوا إن شاء الله في المتناول ديال الجامعة غادي نحضر معكم هاد الكوكيز اللي كيجي أكتر من رائع كيجي هائل بزاف اقتصادي بلا بيض وغادي يكون صحي إن شاء الله الجسم ديال الوليدات ديالكم وغادي نشارك معكم حتى هاد الحريشات هادو ديال الدرا اللي كيجيوا حتى هما أكتر من رائعين وصحيين الجسم ديال الوليدات ديالكم فخليكم معايا حتى الاخر الفيديو وما تنسوش تفاعلوا مع الفيديو بلي لايك زوينة ديالكم نبدو على بركتي الله عندي هنا اول وصفة غنبدو بها هي الكوكيز كنحتاج جوج ديال كؤوس ديال الشوفة اللي كيكونوا عامرين مع كأس الا ربع ديال هاد النخالة الرقيقة اللي كتخرج لنا في الدقيق من بعد ما كنتحنوه كينين بعض المناطق كيسميوها بالحمرة على حسب انتم ما شنو كتسميوها كنحتاجو ثلاثة ديال المعالقة كبارين ديال الزنجلان ومعالقة كبيرة ديال النافع ممكن انكم تستغنو على النافع إلا كانوا ما كيبغيوش لوليدات ديالكم لأنك يجيلو قو ديالو عاطي بزاف هاد الكوكيز وغادي نحتاج ربع كأس ديال الزيت العادي ممكن تعودو بزيت الزيتون ثلاثة ديال معالقة ديال الزبيب اللي كيكون حمر كنخلط بهات الشكل هذا حتى كي حتى كان في حالي لزيت كان بسبس بيدك الشوفان وغادي هنا هنزيد على القوام غادي نضيف عليه الماء بنسبة للماء غادي تهزليكم تقريبا نصف كأس ولكن بقاو كتضيفوه تدريجيا على هات الشكل هذا ما كان عجنوش العجينة غير كنحاولو كنفز قودك الشوفان بالماء حتى كي يقول لي كي تجمع لنا بهات الشكل هذا غادي تاخد لكم تقريبا نصف كأس ديال للماء ما غاديش تفوتو على ما اظن على حسب ولكن كنظن ما غاديش تفوتو هنا اخر حاجة كنضيفها هيات الشوكولات انا اخديت هنا الشوكولات مربع وقطعتوه ممكن تاخدوك حبيبات الشوكولات لكي يتباعو جاهزين غادي ناخد هنا هات القطاعه ديال الحرشة هنا مباشرة ما كان خلي لي يرتاح لحت شي حاجة غادي ناخد هاتي القطاعه ديال الحرشة وكن نبدأ كنشكلو على هات الشكل هذا وكن حاول كنضغط مزيان باش في حالي لك نبريس سيدك الكوكيز باش هكما يتحلش لي من بعد ما كان نزول القطاعه ممكن تخدموه باي قطاعه عندكم انا خدمت هنا بديل الحرشة كي يجي الحجم ديالهم كبير شوية الا كانت عندكم قطاعه صغر وبغيتو الحجم ديالهم يجي صغير فممكن انكم تدروا قطاعه اصغر هنا غادي تعطيني هنا تقريبا سبعة ديال الحبات بهذا الحجم هذا يعني القياس اللي اعطيتكم بهذا الحجم غادي يعطيكم سبعة ديال الحبات كنستمر على الطريق هاتي حتى كنشكل قاعدك الكمية اللي عندي فهذه الاثناء هاتي كنكون شعلت الفران كي سخلي من الفوق ومن تحت من بعد ما كندخل الكوكيز كنخلي العافية تكون مهيلة كننقص العافية حتى الاقصى درجة باش هكا كيتحمر ليا وكيجي مقرمش وما كيبقاش من الداخل ارتب يعني كيجي دك الكوكيز كيجي مقرمش وفي نفس الوقت راه كيجي معلك لان دك الزبيب كيعطينا واحد تعلية كزوينة بزاف هو شوكولات لهذه الكوكيز فغير جربوا الوليدات ديالكم ان شاء الله غدي يعجبهم بهذا الطريقة هنا راه كيكون حتى الصحي لان انا مدرناش فيه السكر نهائيا كتافينا غير بذك الحلاوة ديال الزبيب والشوكولات كيكون الشكل النهائي دياله هو هذا من بعد ما كيطيب كيجي هائل صراحة الله غدا نحاول نقطع معاكم شي وحده هنا كيف كتشوفوا بانتراخدات وحده كيجي على هات الشكل هذا كتحسي بيه معلك في التقطيع دياله وفي نفس الوقت كتحسي بذك القرماشة ديال الحبيبات ديال الشوفان من بعد ما كتاكلي ندوز هنا الوصفات الثانية بالنسبة للوصفات الثانية غ نحتاج ربعة ديال الكوؤوس ديال الدقيق الدورة وغدا نحتاج كأس الى ربع ديال الفينو بالنسبة للدور دياله هنا كيحاول كيشد لنا داك الدراء لاناك تكون كتفتت في الحرشة ممكن تعودوا بالدقيق العادي يعني دقيق الفورس غدا نحتاج هنا رشة ديال الملحة كنضيفه هنا نصف راس معلقة تقريبا ديال معلقة صغيرة ديال خميرة الخبز راس معلقة فقط مع معلقة ديال ثانيدة ممكن تعودوا الثانيدة بالعسل وغدا نضيفه معام خمارة بالنسبة لها الخمارة كتعطي واحد واحد الاضافة زوينة للحرشة انها كتخلاها كتجي فهر كما الوسط ما كتجيش مدقصة غدا نضيف نصف كاس ديال الزيت العادي ممكن تعودوا بزيت الزيتون دائما المتوفر عندكم خدموا به غدا ننبس بس هدك الدقيق ديال الدرام زيان في حال يلا بغاين تخدموا حرشة عادية كنبس بس بعض طريقة عادي ومن بعد غدا نضيف الحليب بالنسبة للحليب هنا حتى هو كيبقى اختياري وكا اضافة فقط باش كيزيد اعطيكم حد البنزوينة لهذا الحرشة وكتجي احتر طبا ما كتجيش قاسها غدا نضيف عليهم كاس ديال الماء بالنسبة لهذا القياس اللي اعطيتكم ديال الدقيق فغدا ياخد لكم جوج ديال الكوؤوس ممكن انكم تستغنووا على الحليب وديروا غير جوج كوؤوس ديال الماء فقط إلا درتوا الحليب والماء فديروا كاس حليب وكاس ما كيبقى لكم الاختيار غدا نخلط بها الشكل هذا كنحاول ما كندلكش العجينة غير كنجمعها بات الشكل هذا ونخليها ترتاح خمسة ديال دقيق من بعد مداسة خمسة ديال دقيق غدا ندوز باش نشكلها كناخد دقيق دراء نفس الدقيق اللي خدمت به كناخده هو اللي غدا نخدم به إن شاء الله غدا نحاول ناخد هنا يا معلقة باش كناخد بها القياس باش كتجيني الحبة قد الحبة كنخدم بات الشكل هذا كندوزها في ذك دقيق دراء بهات الشكل هذا كتكون ساهلة مشي شي حاجة اللي صعيبة حتى ذاك الكاس اللي ضفنا مع دي الفينو فكي يشده لنا وكيساعده بش ما تفتتش لانا دقيقة درا كيكون كي تفتت صراحة الله في الحرشة كيكون كي تفتت هنايا غادي نستمر على الطريقة هادي حتى كن نحاول ما نشكلش بزدف دي الكورات كان بقاك نشكل ب يعني كنشكل مثلا ثلاثة نديرهم في المقلعة نعاول نشكل ثاني بش ما كتنشفش و جيم كاملة مشقة من جناب بها الطريقة هادي كندير المقلعة كتتخن على عافية اللي كتكون متوسطة غير كتتخن كننقص العافية نخلي العافية تكون مهيلة بش الحرشة كتطيب على خطرها بش ما تحرقش لنا بالزربة و تبقى خضرها من الداخل كنستمر على الطريقة حتى الاخر حبة عندي هنا كتخرج تبارك الله كمية ممتازة ممكن انكم تحتاف دبيا لانا ما كتخسرش حتاف دبيا غير هو ديروا في تلاجة لانا دقيقة درارة كي ولي في حليل مار يلا بقى على بره يكون طيب كي ولي مار من الاحسن انكم ديروا في كونجيلاتوغ او لا ديروا في تلاجة فيما ما كتبغيوها هاك تتخنوها لوليدات ديالكم كتلقاوها مازالة يفحل يلا حضرتوها ما كيوقع لها حتى شي حاجة كيكون الشكل النهائي ديالا هو هذا كتجي صراحة لوحد الحرشة اللي غزالة كندهنوها اللي وليدات بشكلات او لاي حاجة كتكون كتعجب لوليدات باش هاك كي ياكلوها لكم نحاولو ندخلو لهم الاطباق اللي ما كتعجبوهم شمعه حويج اللي كتعجبوهم باش هاك كي ياكلوها وكيبقاو كي يتعودو ياكلو لنا اكل صحي وكنتمنى يعجبكم الفيديو كانوا هدو هما جوج اقتراحات اللي اعطيتهم لكم اليوم نتمنى يكونوا في المتناول ديالكم ويعجبكم الفيديو ويلعجبكم ما تنسوش تفاعلو مع الفيديو وببارطاجي ومع الاهل والحباب ديالكم باش هاك كنستفدو احنا وحتى انتم ما كتستفدو ونتمنى نكون خفيفة على قلوبكم خليت لكم الراحة وخليتكم على خير انطلقوا فيديو جديد ان شاء الله